بسم الله الرحمن الرحيم هذا الدرس خفيف وسريع بس راح أوريك فيه المكتبة اللي أنا جالس أبنيها من خلال الدروس السابقة وأوريك فيه إيش فايدة لما تسوي ميثود مع الأرية طبعا تكلمنا قبل سابقا بس هذا يعني إعادة الكلام حتى أنه يرسخ في ذهنك بشكل كامل تذكر فرحنا سوينا قبل عملية الطباعة الميثود print array لاحظني غيرت فيها تغيير بسيط هنا أضفت فيها إضافة بسيط راح أتكلم عنها الحين بشكل سريع وأيضا سويت عملية الميثود اللي تسوي سواب حطيتها كلها في كلاس اسمه array utility الآن أستطيعني أعطي الكلاس هذي الأصدقائي أو زملائي أو مثلا شركات بشكل عام بشكل احترافي تسوي كلاسات زي كده كبيرة مرة يكون فيها خدمية يكون فيها طبعا هذي الكلاس ما فيها لا ميثود ما فيها اوبجيكس لكن برضو نسوي كلاسات فيها اوبجيكس وكده وممكن تبيعها يعني تسوي فيها بيزنس وتبيعها طبعا خليشوا هنا كيف استدعاء الميثود الآن أنا هنا كتبت البرنامج حتى أني أسوي اختبار لسواب وزينا أبقى تأكد إن سواب شغالة صح فسويت أول شيء الـ array اللي شفناها قبل إذا تذكر في المثال الأساب وخلو ريكيها بشكل سريع هذه الـ array هذه وزينا سويت الـ array اللي عندي هنا زينا هذه عشان أبسوي اختبار للبرنامج فالآن لو نفذ البرنامج نسوي test-array-util تلاحظ أنه 2-3-1-6-3-8 بدل لي الثلاثة والستة هذولي بدلهم مع بعض فإذا برنامجي شغال بشكل صحيح الملاحظة المهمة هنا أنه لاحظ أني استفدت من الميثود print-array بدلا من أني في كل مرة يعني لما أجيب أجرب أنا برنامجي إزاي أبغى أطبع بشكل سريع على array عشان أتأكد إنه شغلي كان صح فبدلا من كل مرة أكتب الكود هذا كامل حق الطباعة زينا الكود اللي يطبع لي array حطيته فيه ميثود وخلاص وبدأت استدعي الميثود هذي مرة ومرتين وثلاث لو أنا مثلا أبغاك كتمرين تاخذ بعض الميثود زي بعض العمليات اللي شفناها قبل زي عملية shift وناسي صراحة ما أذكر الحين العمليات كاملة لكن خذ العمليات اللي شفناها قبل ونفذها بدلا ما تكون عملية كده يعني سويتها الحالة حطها في اللايبراري هذه اللي اسمها array utility زي نحط ميثود إضافية تسوي لك عمليات على array مثل مثلا عمليات shift وعملية max ويجاد أكبر عنصر في array وأصغر عنصر في array والعنصر صاحب index حق أكبر عنصر والإندك حطها كلها في عمليات كده وجرب أنك تستخدمها ودائما تحتاج الprint هذه الprint هذه تساعدك على أنك تتأكد أنه الميثود اللي نفذتها ميثود صحيحة وممكن للعمليات هذه تحتاجها في مواد أخرى إن شاء الله في المستقبل تستخدمها تبنيها لك library وتستخدمها في مواد قادمة طبعا لاحظ أنا هنا عدل التعديل على print array والتعديل هو أني كانت العملية اللي سوناها print array تطبع لي array بس ما تطبع لي سطر جديد يعني ما تحط لي سطر جديد فأنا قلت بحط خيار إذا boolean إذا والله واحد أرسل لي true زي أن فأني راح أطبع له وبعدما أنت مطبعة ال array أطبع سطر جديد بحيث أنه هنا انتهينا من طبعة ال array زي ما تشوف هنا طبعنا سطر جديد زي أن إذا واحد ما أرسل الرسالي البوليان هذا false فما رح ما أطبع سطر جديد وهكذا تبدأ تزيد ال library حقك وتضبطها وتحط فيها إضافات وتحسنها وتحسنها يعني تبنيها وتستفيد منها أنت فيما بعد ممكن أنا مثلا أقترح عليك أول شي طبق الأمثلة السابقة اللي شفنا حطها في methods أفهم كيف pass by sharing إنه كيف إنه تكون ال array مشتركة بين مجموعة methods استخدم المثود swap هذي في method أخرى يعني بحيث إنه المثود الثاني هذيك تستخدم هي نفسها تستخدم method swap فعندك ما هو المين اللي تستجعل swap زي ما شفنا هنا swap ممكن نستخدمها في عمليات ثانية زي مثلا لما قلت لك إنه حط لي أصغر عنصر في بداية ال array ممكن أنك تتاج عملية swap فبدلا من أنك تحط method وحدة فيها كل العمليات لا تخلي المثود تستخدم عملية swap اللي عندنا هنا أرجو أنك يعني أنك تطبيق مثلها هذي كتمارين ممكن أنك برضو تضيف هنا اشتراطات معينة مثلا ممكن يجيك واحد يعطيك ال i وال j برا ال array مثلا ال array حقتنا هذي فيها ست عناصر فيعني عطيتك أنا هنا صح حد لكن يفرض واحد بل غلط كتب 11 مضبوط فأنت لما تجي تنفذ method هنا راح يكون عندك error وأنت ما تبدو تداري إيش ال-Error هذي لكن ال-Error هي فعليا لأن واحد عطاك ال i بشكل خطأ مثلا مثلا أضف statement هنا if statement جملة شرطية تتأكد فيها من إن ال-i والله ما تعدينا الطول حق ال-array إنها ال-i وال-j indices فعلا ضمن ال-array المرسلة ال-array المرسلة لك لها طول معين لا حجم معين فتتأكد إن ال-indices هذه ال-index i وال-index j إنها ضمن الحجم حق ال-array ما تطلع برا بحيث إنه لو واحد يرسلك بالطريقة هذي فإنك ما تروح تسوي عملية سواب لا تجي تطبع له error تقول والله أنا آسف ما أقدر أسوي لك سواب لأنها خطأ أنت مخطي في ال-indices ال-index عندك كبير جدا برا ال-array أصلا فسوى شيئا زي كذا نفس الشيء في ال-print لما يجي واحد يطلع يعني واحد بيستدعي الميثود حقيتك ال-print هذي أو أنت بعدين تبغت استدعي الميثود ال-print مثلا شيئك على الأشياء اللي زي كذا مثلا تأكد إنه لأنه لما يمرسلك ال-array إنه ال-array فعلا فيه ال-array في ال-heap ما هي بس الدعوة يعني مثلا ممكن أنا أجي أسوي لك حاجة زي كذا مثلا int مثلا b هذي array b وبعد كده أقول لك والله array util dot print array وأعطيك هنا b وأقول لك والله أمين مش يطبع لي new line الآن لو بتنفذ البرنامج هذا طبعا لاحظ أنه Eclipse أعطاك error هنا لأنه يقول لك أنه not initialized زي فال-Eclipse ممكن يسيجي لكن في بعض الأحيان مثلا في بعض البرامج الثاني ما يمكن يعني لو استخدمت جليت ما رح يعطيك ما رح ينتبه إلى ال-array هذه زي فإذن أبغاك أنك تتجرب الأشياء هذي تحرس الميثود حقاتك تتأكد أن ال-array فعلا مسوى لها new وفي-array في ال-heap فعلا وتتأكد مثلا هنا أنها i وال-j ضمن الميتس وتشويسة إذن هذه كلها مجموعة التمارين ذكرتها هالك تفيدك وأنت هذا أهم شي تحتاجه في المادة تكثرة التمارين حل قد ما تقدر وجرب قد ما تقدر واكتب في الكمبيوتر أهم الأشياء مو بس على ورق الكتاب على ورق مهمة جدا حتى تفهم في البداية لكن أهم ما يكفي أبدا الكتاب على ورق لازم تكتب في الكمبيوتر وتنفد وتشوفيش الأخطاء وتحاول أنك تستفيد من الأمور هذه وتطور نفسك في المادة تكتب في الكمبيوتر